بعد معينة سلسلة الريدمي نوت 12 في الفيديوهات السابقة بقى لنا هاتف واحد حيث يأتي بأسرع شاحن في العالم حاليا حيث يشحن الهاتف بالكامل في ظرف 9 دقائق فقط وهو رقم قياسي وقبل معرفة الهاتف ومصفاته دعمونا خوطي باللايك لأنه اللايك مهم ومهم جدا لتحفيزنا على تقديم المزيد السلام عليكم معكم عادل من قناة الدقائق التقنية الهاتف هو الريدمي نوت 12 إكس بلاورر إديشن هاتف متميز جدا بمصفاتين عالية الهاتف يأتي باختلافات بسيطة على هاتفها الريدمي نوت 12 برو بلاس خاصة من ناحية سرعات الشحن أولا نبدأ بالتصنيم التصنيم مشابه لسلسلة الريدمي نوت 12 حيث يأتي بحواف المسطحة مع ثلاثة كاميرات في الظهر محاطة بمستطيل دائر الحواف أيضا خامات الهاتف تأتي من الزجاج في الظهر والإيطار مصنوع من الألمانيوم كما أنه مقاوم للماء والغبار بشهادة الابي 53 أي رذاذ الماء فقط ويزن الهاتف 207 جرام مع السمك 9 مليمتر وبالنسبة لتصميم الشاشة فتاة منحنية على الجانبين مع وجود ثقوب صغير في أعلى المنتصف وهو لكاميرا السلفي صراحة تصميم مميز أيضا الهاتف يأتي بعدة ألوان من بينها اللون الأسود والأبيض والأزرق ومن مميزات الهاتف أنه يدعم منفذ السماعة 3.5 مليمتر ويدعم صوت ستيريو مع دعمه لميزة الـ NFC والـ IR للتحكم في الأجهزة الكهربائية والأسف الهاتف لا يدعم تركيب الذكرة الخارجية ولا يدعم الراديو وبالنسبة لبصمة الإصبع فهي مدمجة أسفل الشاشة أيضا الهاتف يأتي بشاشة مميزة ستقدم لك تجربة ممتعة سواء في التصفح أو تنقل بين تطبيقات أو في مشاهدة الفيديوهات فهي تتمي النوع OLED بحجب 6.67 إنش بدقة Full HD تمتاز بمعدل تحديث 120 هرتز ومعدل لمس 280 هرتز الشاشة تستحوذ على نسبة 86.8% من الوجهة الأمامية وتدعم العديد من الميزات كميزة أشيار 10 بلاس والدول بي فيجين وتدعم اللوان العشرابي أي أن الشاشة قادرة على عرض 1 مليار لون والشاشة تدعم كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل إنش ولديها سطوع جيد تحت شاعة الشمس إلى 900 لتز صراحة شاشة ممتازة خاصة مع معدل التحديث العالي والدقة وأقوى ميزة في هاتف الردمي Note 12 Explorer Edition هي سرعة الشحن صراحة سرعة شحن رهيبة تخيل فقط 210 واط مع بطارية بحجم 4300 ميلي أمبير لذلك رح يشحن الهاتف 66% في ظرف 5 دقائق فقط و100% في ظرف 9 دقائق فقط صراحة سرعة شحن قياسية وجنونية خاصة لهاتف يعتبر من الفئة المتوسطة أيضا الهاتف يتميز بمعالج جيد وهوة دامي ستي 1080 بدقة تصنيع 6 نانو متر مع المعالج الرسومي مالي G68 MC4 معالج جيد للمهام اليومية كالتصفح أو التنقل بين التطبيقات أيضا رح يقدم لك تجربة ألعاب ممتازة فهذا المعالج ينافس معالج سناب دراجون 778 جي وقد حصل على منصة أنتوتو على أكثر من 500 ألف نقطة ليكون بذلك من أفضل الهواتف آداء كما أن الهاتف يدعم نظام تبريد ثلاث الأبعاد لتبديد أو تشتيت الحرارة أثناء اللعب المكثف ويأتي بنظام الأندريد 12 مع واجهة المي UI 13 أيضا من مميزات الهاتف وهي الكاميرات حيث سنجد تحسين كبير على هاتفها السابقة من عائلة الردمي حيث من الخلف سنجد ثلاث كاميرات الرئيسية بدقة 200 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.7 بحساس سامسونج الـ HBX كما أنها تدعم المثبت البصري لذلك العدسة الرئيسية ستقدم لك صور رائعة وأما الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجابيكسل وهي للتصوير الواسع وآخر كاميرا تأتي بدقة 2 ميجابيكسل وهي للماكرو وسنجد بجانب الكاميرات الخلفية فلاش تنائي من نوع LED أيضا الكاميرا تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30FPS وتدعم بدقة الـ Full HD بمعدل 360FPS وتدعم أيضا بدقة الـ HD بمعدل 960FPS وأما كاميرا السيلفي فتأتي بدقة 16 ميجابيكسل تصور الفيديو بدقة الـ Full HD بمعدل 360FPS وأما السعر الهاتف يأتي بسعر حوالي 330 دولار أي ما يعادل 6.600.000 على العموم هاتف الريدمي نوت 12 إكس بلاور إديشون هاتف متميز جدا خاصة أنه يأتي بمواصفاتي خارقة كسرعة الشحن الرهيبة والكاميرات المميزة جدا والمعالج رح يقدم لك آداء جيد ونحن ما زلنا في انتظار النسخة العالمية لهذا الهاتف ولكن أشارت التسريبات أنه سيأتي عالبيا باسم شاومي 12 إي وفي الأخير ما رأيكم بالهاتف وسعره فشاركونا رأيكم في التعليقات دمتم في رعاة الله وحفظه